شوفوا أحبتي في اللي تذكروا قالوا إن يسرق فقاد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه وحكينا وقلنا بأنه هذه أخلاق كبار وهذا القرآن لما نقرأ ما أنه أنا جاي وأقرأ أريد أقرأ أن أحصل الثواب الحروف ثواب قراءة القرآن على عيني وعلى رأسي أنت حصل الثواب حروف القرآن لكنه الأصل هو أن نتدبر وأن نفقه وأن نتأمل آيات القرآن الكريم ما هكذا جاء القرآن أنه أنا أحصل للحسنات والسلام عليكم ورحمة الله وأرجع إلى حياتي طبيعية ولم يؤثر ولم يغير القرآن في خلق شيئا شوفوا حتى الكلام اللي قالوا هنا يوسف عليه السلام لما قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدوي من بعد أن نزغ الشيطان شوفوا ما قال من بعد ما فعلوا إخوتي حتى يذكرهم من جاءك معتذرا وقد ندم وأنه اعترف بذنبه لا ترجع تقولوا أنت تذكر أنت رميتوني بالبير وما بس رميتوني بالبير بعتوني وما بس أنه فعلتم كذا رحتم على أبوي وقلتم بأنه أكله الذئب وأنت كذا وما قال ولا حكى ولا قال أنتم 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 شوفوا أخلاق الكبار خلص من جاءك معتذرا لا ترجع تفتح السجلات القديمة وأنت وأنت وفعلت كذا وسويت كذا أنت من داخلك تريد أنه أنت تعفو خلص عفى الله عما سلف لا تفتح لدفاتر قديمة هذا وفى من عفى وأصلح فأجره على الله بس لو تفكر فيها كما أن الصابرون يوفى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني يصب الله عليك الأجر صبا أجره على الله ما معنى أجره على الله فقط الله جل جلاله العظيم وأنتم موقنون بأنه الكريم هو سيصب عليكم الأجر أنتم عفوتم خلص أنا ما فيه في صدري لا غل ولا ضغينة ولا أريد أفكر في كل شي أنت صرت صاحب اليد العليا أنت صرت في هذا الموقف صاحب الفضل وأنه أنت ما تذكرهم لأنه لما ترجع وتقول ها تذكرون لما رميتوني بالبير تذكرون لما بعتوني تذكرون كذا كذا هم رح يقولون سبحان الله العظيم شوفوا لحد الآن في قلبه حكد في قلبه ضغينة في قلبه غل هم رح يحسبون أحساب هذا الموضوع لكنه لما نفكر أنه أنا تعالوا عن بقرأ قرآن طيب أنت حصلت أنت بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها أنا ماذا أثر في القرآن أنا ماذا أثر في القرآن أحبتي في الله لازم نرجع ونعيد ونفتح الدفاتر القديمة وين خلى شوفوا شون كلام رائع شون ترتيب من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي الله أكبر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي كيف إحنا راح نتعلم يعني متى راح يكون أنه أنا في أخلاق آية متى أنا سيكون القرآن متمثل لما قال رب العزة في سورة القلم إنك لعلى خلق عظيم صح وللا كان خلقه القرآن متى سيكون خلقنا القرآن أحبة المسلمين لو بس أنه هذا ووالله أنا أعرف أقرأ القرآن وهذا وخلص ماذا تمثل القرآن في سلوكياتنا في أخلاقياتنا في تعاملاتنا مع المسلمين خاصة ومع الناس أجمعين حتى لما الناس الأجمعين اللي هم غير مسلمين يشوفون هذا الخلق العظيم آه ما شاء الله لا قوة إلا بالله بيجي واحد بيقول لك ما هذا طيب الناس راح يأكلوا وما كذا ما أنه صاحب القرآن في وادي والناس في وادي أنه أنت تريد أنه تسوي مثل ما يسوون وترجع وتنبش ما عملنا شيء احنا احنا متى سنكون مسلمين مسلمين يعني أنا لما أتكلم معاكم هذه الفيديوهات وهذا التصحيح واللي أنشرها أنه احنا نريد نكون مسلمين مسلمين الاستسلام والانقياد والخضوع التام لله عز وجل ما قرأتم الآية في صورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أين هو التسليم الجميل لازم أنا أرجع وأنبش ولا تنسوا بأنه هنا أيضا أيضا صلة رحم هذا درس في صلة الأرحام كلنا نتأذى من منا أنتم الآن الموجودين ما متأذي من صلة الأرحام كلنا نتأذى وكلنا نسمع كلام مش طيب خلاص يعني نقطع كل شيء ونقطع الأرحام وأقطع التواصل مع خالي وعمي وخالتي ومن خالتي وبنت خالي يعني إيش إيش راح يصير بالدنيا على الدنيا السلام والله هم ما بيفهموا طيب ما بيفهموا أنت بتفهم أنت بتعمل بما الله أمر انظروا إلى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يعذبونه أهل قريش أقربا أبو لهب أبو جهل كل هؤلاء من هم أقربا صلة أرحام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه ما بطل أن يدعو لهم اللهم هذيهم فإنهم لا يعلمون فمتى أنا أتكلم هذا الكلام الله بارك فيكم متى أحنا هذه يجب أن نفكر فيها وبعدين بالأخير لما يقول لك الآية وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين طيب ماذا تفعل أنت المسلم عليك أن تفعل مثل ما قال رب العزة في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا ماذا نفعل أنقعد لا نأمر بالمعروف بالحسنة وننهى عن المنكر بالحسنة ومعد ذلك إن بقي الناس على ضلالتهم فهل تأذيت أنت أيها الداعية أنت لم تتأذى أنت قمت بما الله أمر من حسن الدعوة ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك تمام فالأمر بالمعروف بالحسنة ثم بعد ذلك إن بقي الناس على ضلالتهم وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين هذا شأنهم هم سيرجعون إلى الله ونحن سنرجع إلى الله وأنا سأقف أمام الله سبحانه وتعالى يا رب إني دعوت قومي ليلة ونهارة ما خلص أنا بالنسبة لي أما أما لم يهتدوا هذا أمر عائد لهم أما حسابهم على الله سبحانه وتعالى أنا عم بتكلم حتى أنه ما يكون فقط دروس نصحح فيه الحروف ونبتعد عن روح القرآن تمام لا تضوجون من أطلع شوية لازم لازم يعني شوية نضيف بعض الأمور أو التدبرات أو التأملات في كتاب الله لما أنت الآن شوف الآن بهاي الخمس دقائق اللي حيشيناها أنت تستلذ بالآية وتشوف أنت وين تقول أنا نفسي أنا وين أين أنا من هذه الآية أما يجيك واحد معتذر أنت عملت وأنت سويت وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا دمرت دمرت وخلص جاءك معتذرا يعني يكفيه هذا ذل الاعتذار فلا تزيده مذلة فوق ذله بالعكس أذل على المؤمنين أعز على الكافرين الله تعالى يرضى عنكم محمد الرسول الله والذين معه أشدوا على الكفار ورحمه بينهم هذه أخلاقيات هذه سلوكيات السلام عليكم ورحمة الله شكرا